روية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يبكي كلما تذكر فتح تستر وتستر مدينة فارسية حصينة حاصرها المسلمون عاما ونصفا ثم سقطت وتحقق فتح مبين من أصعب الفتوح التي خاضها المسلمون فلماذا يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه عندما يتذكر موقعة تستر لقد فتح باب حصن تستر قبيل ساعات الفجر بقليل وانهمرت الجيوش الإسلامية داخل الحصن ودار لقاء رهيب بين ثلاثين ألف مسلم ومائة وخمسين ألف فارسية وكان قتالا في منتهى الضراوة كتب الله النصر فيه للمؤمنين بعد لحظات من شروق الشمس لم يستطع المسلمون في داخل هذه الأزمة الطاحنة وسيوف على رقابهم أن يصلوا صلاة الصبح في وقتها يقول أنس بن مالك وما تستر لقد ضاعت مني صلاة الصبح ووددت أن لدي الدنيا جميعا بهذه الصلاة مشاهدين الكرام يسعدني أن أكون بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سلام عبد القوي أهلا بفضل أهلا بك ومرحبا مرحبا فضيلة الشيخ تستر كان فتحا مبينا لكنه أبكى صحبي لضياع صلاة الصبح في وقتها الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد تعامل الصحابة الكرام مع ربهم سبحانه وتعالى كان تعاملا مختلفا فلك أن تتصور أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى استطاع أن يحول الإنسان المحب للدنيا والمحب للمال والمحب لنفسه أن يتحول إلى مضحي بنفسه في سبيل الله بنفسه وماله ووقته وكل ما يملك هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعارك والفتوحات من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن إذ نتحدث اليوم عن هذه الموقعة التي كانت في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 17 هجرية على الأرجح يعني وكانت بين المسلمين من ناحية وبين قوة عظمى بل هي تعتبر القوة الأعظم على وجه الأرض في هذا التوقيت وهم الفرس وكانت طموحات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تمتد بلاد المسلمين ودعوة الإسلام في كل ربوع الدنيا بأسرها في عهده فكانت له همى عالية وقد انتشر الإسلام في عهده انتشارا عظيما لم يعرف حتى من بعده ولا من قبله مثل هذه الفتوحات التي حدثت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضرب الصحابة الكرام أمثلة رائعة ونحن إذ نصلت اليوم بضوء على هذه الموقعة العظيمة ففيها دروس عظيمة في الحقيقة بطبيعة الحال المعارك والغزوات لما كانوا الصحابة بدخلوها كان ممكن المعركة الواحدة أو الغزوة تستمر أكثر من يوم تبدأ مع بزوغ النهار وتنتهي مع غروب الشمس وإذا تأخر النصر عن ذلك إذن هناك يعني يعني ممكن يستمر الوضع هكذا لأيام بل كما حدث في معركة القادسية أيضا يعني حتك تقصد أن الحروب كانت بالنهار وليس ليلة بالضبط كانت لك نهارا وبالليل بيبقى فيه فرصة للفريقين أنهما يستجمعوا القوة مرة أخرى يداول جرحة يبدأوا يتهيأوا لإعادة الصفوف مرة أخرى بل بالعكس إذا كان أحيانا أنه من ضمن التكتيك في الحرب أنك تختار أنك تطول الوقت لحد ما الليل يجي إزاي يعني وده اللي عمله سيدنا خالد بن الوليد في غزوة تبوك عشان يعرف ينسحب انسحاب بطعم الهزيمة أو بطعم الفوز بطعم الانتصار بالنسبة للمسلمين والهزيمة لغير المسلمين الكرار وليس الفضاء لأنه غير الوجوه الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وهكذا وهذا أعظم يعني يعتبر أعظم من سحاف التاريخ حتى لنا ولذلك الله تبارك وتعالى شرع للمسلمين في مثل هذه الأوقات صلاة اسمها صلاة الخوف نعم والصلاة دي ينقسم الجيش فيها إلى نصفين نعم والاثنين خلف إمام واحد والإمام بتسليمة واحدة الإمام بيسلمش أخذ بالك إزاي؟ تسليمة واحدة على اليمين أيًا كان الإمام ما بيخرجش من الصلاة نعم الإمام بيصلي الظهر أربع ركعات فبيصلوا هم الجيش نصف ويصلي ركعتين نعم ويسلم ويخرج ويقوم النصف الثاني داخل في ركعتين الثانيين مع الإمام نفسه آه واخد بالك إزاي؟ نعم وهذا أمر نصفه لم يصلي أيوة يعني هناك نصف الجيش يصلي ركعتين فقط من الظهر يقوم بقى يحرص يحرص والذي كان يحرص يأتي وصلي ركعتين الباقيتين مع نفس الإمام الإمام لو يسلم باقي الرقعات بالنسبة للجيش هم ركعتين أربع ركعات فيه ركعتين للنصف الجيش الأول وركعتين للنصف الجيش الثاني نصف صلى ركعتين فقط أيوة هي كده خلاص هذه فريضته نعم لأنه إحنا فيه عندنا مجموعة بتحرص نعم ومجموعة بتصلي واخد بالك إزاي؟ فأقصد أن من عظمة الشريعة الإسلامية أن هي جعلت الصلاة لا تتوقف حتى في أصعب اللحظات ولحظات الحرب والقتال واخد بالك ويعني لا يشعر بهذا الأمر إلا من عاش هذه الحالة حقيقة وبالتالي إحنا حتى لما كنا يعني إيه في مثلا لما يوم كنا في ربعة مثلا على سبيل المثال كان يوم صعب جدا إلى أصعب ما تتخيل يعني أنا أشبهه بأنه يعني يوم من أيام الساعة من أيام القيامة حول الله لما فيه من 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 دماء وإصابات وحرائق هنا وهناك وإنت طرف معتدى عليك بس يعني أنت من تشعرف حتى وأعزم أنت بتتأتل ليه يعني أنت ما جريمتك لتقتل بهذه الصورة البشعة ويستمر من السادسة صباحا حتى السابعة مساء تخيل بقى اليوم كله يعني فيه في ظهر وعصر ومغرب في هذا التوقيت الشاهد أنه يعني في مثل هذه الأمور يسن للإنسان حتى أن يصلي وحده وأن يتيمم إذا عدم الماء وأن يصلي مجموعة ومجموعة لا تصلي إذا كانوا مثلا في ساحات جيش منظم أما مثلا لو كان الأمر فأقصد أنه الذي ذكره سيدنا أنس في مسألة أنه ترك صلاة الصبح المسألة فيها ساعة وأخذ بالك والصحابة الكرام يعرفون هذا الأمر جيدا لكنه يشق على نفسه أن يترك صلاة الصبح في جماعة وأكيد كل أحد ممكن يصلي وحده وهو يعني حتى وعلى ظهر ولم يصليها في وقته ولو على ظهر دابته وأخذ بالك إزاي فشق عليه أنه صلاة الصبح لا يصليها جماعة وهو يعني ارتبطهم بالصلاة كان عامل إزاي معركة تستر أيضا كان فيها كرامات عجيبة جدا للصحابة الكرام منهم الأخ الشقيق لسيدنا أنس بن مالك اللي هو البراء ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه البراء ابن مالك كان نحيفا نحيلا وكان أصمر البشرة فلكن تدخل الواحد نحيف جدا أصمر جدا شعره يعني مش فيعني نستطيع أن نقول لا يؤبه له يعني لا يروق لك أن تطيل النظر في وجهه أخذ بالك فقد جمله الله تبارك وتعالى بهذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه رب أشعذ أغبر ذي طمرين كأن رأسه زبيبة لو أقسم على الله لأبره كان يقصد البراء ثم قال منهم البراء ابن مالك فلما سيدنا البراء سمع الكلام ده يعني فرح أوي يعني سبحان الله هذا حاله مع الله فسيدنا البراء حضر مع الصحابة في معركة اليمامة في أمام مسلمة الكذاب وكان موقفه عظيم جدا وحضر أيضا معهم في معركة تسطر هذه أو تسطر يعني الاتنين صحيح فالشاهد أنه هذه المعركة كان عدد المسلمين فيها قرابة يعني الثلاثين أو العشرين ألف مقارنة بحوالي متين ألف في الناحية الأخرى حوالي مئة وخمسين ألف فكانوا يعني ما كانش فيه تكافؤ ثم إنه الفرصة كانوا محصنين داخل قلعة حصينة والقلعة دي تحدها المياه من جميع الجوانب فصعب كمان أنت تخترق أو تعد المياه وتروح النحية التانية كمان تعد بالأمر يشبهها القسطنطنية بالضبط كلا فالأمر صعب جدا نعم فيسر الله سبحانه وتعالى لقائد المسلمين عن طريق بعض عيونه يعني في المنطقة أنه يجد مكانا يستطيع مجموعة أو فرقة من الجيش أن تعبر عن طريق النهر ثم تصعد إلى فاختار سيدنا خالد سيدنا البراء بن مالك هذه المهمة لكن قبلها كان اشتد الأمر بين المسلمين وبين الفرصة وكان سقط يعني ارتقى شهيدا بين المسلمين عدد كبير جدا في الجوالات الأولى دي فالصحابة دوروا على سيدنا البراء بن مالك وألولوا يا براء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك إنك مستجاب الدعوة فادعوا لنا فادعوا الله أن ينصرنا عليهم وأن يهزمهم لنا سيدنا البراء رغم أن النبي قال لو أقسم على الله لأبره لو أقسم لا يدعو يقسم لو أقسم على الله لأبره إلا أنه لم يستخدمها أبدا في كل الفتوحات وفي كل المعالك السابقة يعني استحياء من الله سبحانه وتعالى أن يقسم عليه من هو الذي يقسم فقم بقى الصحابة تجمعوا عليه في هذه المعركة وقالوا له قال رسول الله عنك لو أقسمت على الله لأبرر الله وقسمك هل لا أقسمت على الله فيهزمهم لنا وأنصرنا عليهم فاستحى سيدنا الممى اللهم اتركوني وشأني فتركوا فصل فقال اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال عني لو أقسمت عليك لأبرر اللهم إني أقسم عليك بأنك أنت الله الواحد لأحد كذا اللهم إني أقسم عليك أن تهزمهم لنا وأن تنصرنا عليهم وأن ترزقني الشهادة في سبيلك خاف سيدنا البراء أنه يطلع من المعركة دي يتقال عنه إيه أنه غير مستجاب الدعوة بركاتك ما هو لو انتصره آآ خاف ما عنه نعم سبحانه يكون فتنة بقى المسلمين آآ حيفتن آآ اللهم انصرنا عليهم وهزمهم لنا وارزقنا الشهادة في سبيلك لذلك طلب الشهادة فاختار بقى إيه أنه يكون في قيادة الفرقة دي عشان يدخل يطلع فوق الصور وينزل وتحمل بقى إيه أي حد كان بيتسلق الصور ده كانوا بيضربوه بالحاجات اللي هي النيران المشتعلة ومع ذلك تحمل سيدنا البراء تحمل عجيب حتى دخل وفتح نفس المشهر ده عملوا مع مسلم الكذاب لما تحصن أيضا فيه داخل أسواره في حديقتي هناك ودخل المسلمون وانتصر المسلمون وكان ببركة دعوة سيدنا البراء ابن مالك وشجاعته ورزق الشهادة سيدنا البراء ابن مالك في هذه المعركة سيدنا البراء ابن مالك ده قصة الوحدة يعني فالشاهد أنه الصحابة قد إيه كانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء فقضية الصلاة بالنسبة لهم مش قضية كده يعني إيه لو أنا فاضي هصلي أنا مجغول مش مصلي واخد بالك لا ما ينفعش يحتعامل مع ربنا بالطريقة دي اللي هو يعني أعطي الله سبحانه وتعالى فضول الوقت وربنا والعبادات تبقى على هامش حياتي وليست أصيلة في حياتي نساء الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مرافقة الصحب الكرام في جنات النعيم جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ موسيقى